خمس بنوك تبدأ تمويل شؤا لمحدود الدخل على 30 سنة وفائدة 3% متناقصة معكم أميرة الشربيني أهلا بكم البنوك المصرية بدأت توفر التمويل اللازم لتفعيل مبادرة التمويل العقاري واللي بيوفر خلالها البنك المركزي مبلغ ضخم جدا اللي هو 100 مليار جنيه أهم ما يميز المبادرة دي إنها بفائدة 3% فقط بدأت البنوك فعلا تتلقى الأوراق المطلوبة لتوفير التمويل البنوك اللي بدأت تفعيل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% فقط هي خمس بنوك وهي بنك القاهرة المصرف المتحد تنمية الصادرات فصل الإسلامي العقاري المصري أما قائمة البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري واللي منهم الخمسة الصادقين اللي بدأوا العمل بالمبادرة فعلا بفائدة 3% وهي البنك الأهل المصري وبنك مصر التعمير والإسكان بنك القاهرة التجاري الدولي والتنمية الصناعية والعرب الإفريقي والمصرف المتحد وكيو إن بي الأهلي وبنك بلوم وبنك سهيب والعقاري المصري والإستثمار العربي والمصري الخليجي وفيصل الإسلامي بنك المشرق وبضاب التجاري والكويت الوطني وتنمية الصادرات والزراعي المصري وكريدي إجريكول وقناة السويس أطلق البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه عبر البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكانية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل لـ 30 سنة أما تفاصيل وشروط مبادرة التمويل العقاري الجديد فهي فترة السادات تصل لـ 30 سنة معدل الفائدة 3% متناقصة سنويا أن يكون المستفيد مصر الجنسية أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي أن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن إمكانية استفادة أصحاب المهنة الحرة والحرف وزوي الاحتياجات الخاصة ممن لديهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل شروط الحصول على قرد التمويل العقاري بفائدة 3% بالنسبة لفئة محدود الدخل الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4500 جنيه للفرد الأعزب و 6000 جنيه للأسر تمويل لا يصل إلى 90% من إجمال قيمة الوحدة تبلغ قيمة الوحدة 350 ألف جنيه كحد أقصى يتم دفع 10% كدفعة مقدمة شروط الحصول على قرد التمويل العقاري بفائدة 3% بالنسبة لفئة متوسط الدخل الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10,000 جنيه للفرد للأعزب و 14,000 جنيه للأسر يتم دفع 15% دفع مقدمة كحد أدنى من إجمال قيمة الوحدة اللي بيصل سعرها لمليون و 100 ألف جنيه كحد أقصى أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن مليون و 100 ألف جنيه وحتى مليون و 400 ألف جنيه فيتم دفع 20% كدفعة مقدمة كحد أدنى من إجمال قيمة الوحدة تمويل يصل إلى 85% من قيمة الوحدة يذكر أن مبادرة التمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه عبر البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكانية لمحدود دي ومتوسط الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عام اشتركوا في القناة